ثم أحبائي محتاجين نعطي كلمة الرب مكانها الكلمة المقدسة مكانها هذه الكلمة أحبائي اليوم كثير للأسف بحاولوا يشككوا بالكلمة طبعا غير المسيحيين بهاجموا الكتاب المقدس أنه محرف بدون ما يجيبوا أي دليل واحد مع أن الكتاب المقدس مثبت أكثر من أي كتاب آخر في هذا الوجود نحن المفروض أن نتهم بالآخرين بالتحريف أو التزوير أو أعطينا الأدلة الموجودة عندك لكن الشر الأصعب عندما يبتدأ المؤمنين يقللوا من أهمية ومن سلطان كلمة الله الحية اللي إلها سلطان فاحنا حبائي محتاجين نرجع ونعطي الكلمة مكانها لا رجوع للرب بدون كلمة الرب لا توجد نهضة بدون كلمة الرب لا يوجد انتعاش بدون كلمة الرب لا يوجد تغيير بدون كلمة الرب لا يوجد افتقاد إلهي بدون كلمة الرب لا يوجد أي عمل إلهي بدون قوة الرب قال يسوع كلامي روح وحياة كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل كلمتي كمطرق كنار كمطرقة تحطم الصخر تعرف حبائي مكتوب لأن كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس كلمة الله واسعة جدا كلمة الله لا تقيد كلمة الله مكتوب عنها هكذا كانت تنمو وتقوى يعني تنتصر بشدة فإذن الشفاء الإلهي عن طريق الكلمة والخلاص الإلهي عن طريق الكلمة أرسل كلمته فشفاهم مولودين بكلمة الحق فإذن أحبائي محتاجين نرجع للبيسيكس محتاجين نرجع لكلمة الله اشتركوا في القناة